دار الإفطى المصرية ولا أستطيع أن أنا أقول أبدا أنه ده بسبب دعاة الأفف لكن دار الإفطى المصرية بعقلها ورجاحت واتزان هذا العقل وحكمته كما جرت العادة أصدرت بيان أنه من واجب العلماء اختيار الأسلوب المناسب في الحدث المناسب وليس من طريقة أهل العلم الراسخين لو من ناس على أي تقصير في وقت المصائب والبلاية شوفوا أنتوا هتلاقوا حتى البيان بتاع دار الإفطى قدام حضراتكم فهتلاقي أنه في جملة الحقيقة أنا عجبتني يا جدا 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 إيه هو اللي هي إيه ومعتاده بعض المدعين الله على الكلام الجميل بعض المدعين عند حدوث حالات اعتداء على الفتيات من تحرش أو قتل من ربط ذلك بترك الحجاب هو حديث فتنة وليس له علاقة بالمنهج الصحيح وفيه تحريض على العدوان على المرأة وتحقيرها ده ده كلام دار الإفطى وهي تحدث المدعين وهي تصفهم بأنهم بيقولوا حديث تحريض وفتنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة